مراقبة ومتابعة ثم اغتيال ربما لم يكن يعلم منفذوه انه سيفجر معارك في عموم الشمال السوري ويظهر صفافات جديدة دبرت بليل قبل ان تجفت ديماء محمد ابو غنوم وزوجته وجنينهما المعارك العنفة وتقدم هيئة تحرير الشام في رفي حلب مع مواجهة الفيلق الثالث لها لم تطغى على صوت السوريين الذي على يوما بعد اخر ليؤكده ان ثورة حية الثورة بدأت من جديد الثورة ما ماتت الثورة لن تموت ابدا انظروا الى هذه الجموع الغفيرة من هذا الشباب العظيم جدا هؤلاء مستعدون على ان يضحوا بارواحهم في سبيل كرامتهم وعزتهم ولذلك هم يطالبوننا ان نزحف الى عفرين من اجل تطهيرها من اي عنصر من عناصر البغاد نشاط وحراك مدني لافت اعاد للسوريين مشاهد الايام الاولى لثورة سورية مع مطالب محددة منها مكفحة الفساد ورفض دخول الهيئة الى الشمال السوري من مدينة الباب الى مارع الى اعزاز الى صوران الى جرابلوس انتفض الشعب في المناطق المحررة لهدف واحد اخراج هيئة تحرير الشام من المناطق المحررة والتصدي لعدوانها بهذه المناطق ومع الهدوء النسبي وتوقف المعارك تتجه العيون مجددا الى مطالب شارع الثوري واولها محاسبة المتهمين بقتل ابو غنوم وزوجته الذين اعترفت فرقة الحمزة بانتمائهم لها قبل ان تنضم للهيئة في حربها على الفيلق الثالث الذي اعطى دعمه لشرطة العسكرية لايقافهم ومحاسبتهم ترجمة نانسي قنقر